موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة و البداية من ما يتعرض له الصحفيون المختطفون في سجون ميليشيا الحوثي حيث عنون موقع المصدر أونلاين و قال الحوثيون يرفضون نقل الصحفي عبدالخالق عمران للمستشفى بعد تدهور وضعه الصحي و قالت أسرة الصحفي عمران المختطف لدى جماعة الحوثيين أنه يعاني من آلام في الظهر ناتجة عن تعذيب سابق مورس عليه من قبل المسلحين الحوثيين الذين يواصلون اختطافه برفقة آخرين و قال شقيق عبدالخالق في بلاغ صحفي إن حالة أخيه تدهور جراء الظروف الصحية السيئة للسجن في الأمن السياسي بالإضافة لسوء التغذية كما نشهد شقيق المختطف الجهات المعنية و نقابة الصحفيين و كافة المنظمات الحقوقية و الإنسانية المحلية و الدولية التدخل للمطالبة بالإفراج عن شقيقه أما الصحفيون الذين نجوا من معتقلات الميليشيا لم ينجوا من الظواهر المرتبطة بها حيث علق موقع المشاهد الجوع يحاصر صحفي اليمن و أثاثهم معروض في المزاد و قال المشهد إن صحفيين يمنيين عرضوا مقتنياتهم الشخصية و متعلقاتهم الخاصة للبيع بعد أن ساءت الأوضاع المعيشية و أن قطعت رواتبهم و مصادر الدخل التي كانوا يعتمدون عليها لتغطية حاجياتهم و وفق تقارير حقوقية فإن أكثر من خمسمائة أو ستمائة و خمسين من العاملين في حقل الإعلام فقدوا أعمالهم منذ سيطرة جماعة الحوثي و حليفها صالح على السلطة في صنعاء في سبتمبر 2014 نتيجة إغلاق مؤسساتهم الإعلامية و حجب مواقعهم الإلكترونية التي كانوا يعتمدون عليها في مصادر دخلهم و السند الموقع إلى ما نشره الكاتب الصحفي حسن عبد الوارث رئيس تحرير صحيفة الوحدة الحكومية على صفحته في فيسبوك عريضا مكتبته للبيع اتفاق كيري اليمني يوقف النار أم ينهي الحرب تحت هذا العنوان جاء مقار راشد صالح العريمي في صحيفة الحياة اللندنية ليس من السهل الوثوق بأن الحوثيين سيلتزمون طوعا بأي اتفاق أو معاهدة سياسية ما لم تكن هناك قوة قادرة على فرض ذلك عليهم فهم يعتقدون أنهم رسقوا أقدامهم ووجودهم في اليمن لجولة وراء جولة من الحروب التي لم تكن نتيجتها مهمة لهم وحروبهم مع علي عبدالله الصالح قبل التحالف المشبوه معه كانت خطوات في هذا الاتجاه وخارج سلسلة الحروب التي خاضوها ليس هناك مشروع سياسي للحوثيين سوى كونهم آداتا لاختراق اليمن ووضع الدول الخليج العربية في دائرة التهديد الإيراني ولن يعني الاتفاق السياسي للحوثيين شيئا ما داموا قادرين على خرقه حتى لو كان الثمن هو الهزيمة العسكرية وإلحاق مزيد من الضرر باليمن وتحميله مزيدا من الأعباء والمآسي ويعني ذلك أن أي اتفاق يجب أن يتضمن آليات لضمان عدم إخلال الحوثيين بالتزاماتهم وإجراءات محددة سيتم اتخاذها دوليا في حال نكثوا بعهودهم ونقضوا الاتفاقات المبرمة معهم لا يقل عن ذلك أهمية أن تكون المضلة الأساسية لأي اتفاق هي ما ورد في قرار مجلس الأمن رقم 2216 فلا يمكن اليمن أن يكون دولة حقيقية إذا بقيت ميليشيات عسكرية داخلية تسيطر على أسلحة يمكن أن تستخدمها لفرض إرادتها ورؤيتها وإذا بقيت في العاصمة والمدن الكبرى تمارس سلطات ليست لها قال مصدر عسكري للموقع بوست إن الميليشيا الإنقلابية أطلقت صاروخي كاتيوشا على مواقع قوات الجيش الوطني في الصلو حيث كان يتواجد العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع تابع المصدر أن الصاروخين سقطوا في أماكن بعيدة ولم تسببا بأضرار بشرية في صفوف الجيش حيث نجأ العميد الحمادي ولم يصب بأي مكروه ويضيف الموقع وبالتزام تمكنت قوات الجيش الوطني من استهداف مواقع وتجمعات الميليشيا الإنقلابية وتعززات تابعة لها في قرية الشرف بمدرية الصلو وتشهد مدرية الصلو مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني والميليشيا الإنقلابية وسط تقدم كبير للجيش وأنهيارات واسعة في صفوف الميليشيا ومن محافظة لحج عنوان موقع الاشتراكي نت قصف متبادل في كريش والميليشيات تقصف عشوائيا القرى السكنية أفاد مصدر بمقاومة جبهة كريش أن مواقع متفرقة لقوات الجيش والمقاومة تعرضت لقصف مدفعي وصاروخي من قبل الميليشيات وقال للاشتراكي نت إن قوات الجيش والمقاومة ردت على القصف بقصف مماثل استهدف مواقع الميليشيات في الشريجة وجبال الحويمي وأسفر عن إصابة أحد أفراد الجيش والمقاومة هدنة منزوعة الأمل تحت هذا العنوان كتب صادق ناشر مقاله المنشور في صحيفة الخليج وقال في جزء منه لا بد من الاعتراف أولا بأن العودة إلى عهد المركزية الشديدة التي حكم بها الرئيس السابق البلاد لم تعد ممكنة والطريق الوحيد الذي يبدو ممكننا اليوم يكمن في تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار والتوزع إلى أقاليم تحكم نفسها بنفسها من دون تدخل مباشر من المركز وهو نموذج معمول به في عدد من دول العالم ليس من السهل الانتقال إلى هذا النمط من الحكم لكن إذا ما توفرت الإرادة الحقيقية سيجد طريقه إلى التطبيق لأن غير ذلك يعني نشوء حروب صغيرة في طول البلاد وعرضها وبالتالي يزيد تفكك البلاد بأكملها وخطر ذلك كبير على كيان اليمن نفسه نهيك عن مخاطر جمع على الدول المجاورة لها وهذه الدول لن تسمح بذلك أبدا بعد أكثر من عام ونصف العام من الحرب لا زال اليمنيون غير قادرين على اغتنام الفرص المتاحة لهم لتهديئة الأوضاع ووقف الحرب المدمرة والبحث في وسائل تساعد في إعادة الروح إلى اليمن الممزاق والبداية من إعطاء الهدن المعلنة لوقف الحرب حقها من الجدية والاهتمام حيث يأمل الناس في أن تجد هذه التفاهمات طريقها للتنفيذ في أقرب وقت ممكن موقع يمن منتر إن المؤسسة القضائية اليمنية تستعد للإضراب الشامل في محافظتي صنعاء والحديدة حال تخلف مجلس القضاء الأعلى عن الكفالة الضامنة القانونية للقضاء مع تعليق جزئي لبقية محافظات الجمهورية ابتداء من يوم السبت القادم ووضح أحد العاملين في نادي قضاة اليمن ليمن منتر أن الوضع الراهن ساهم في التنقيص من هيبة القضاء ما أدى إلى الاعتداء عليهم في ظل تجاهل واضح وعدم وجود ضمانات الاستقلال من مجلس القضاء الأعلى ما أدى إلى فقدان الأمن القضائي الذي يحمي القضاء مضيفا تم الاعتداء على القاضي أمين عواض في محافظة إب بدون أن يتحرك مجلس القضاء لاتخاذ أي موقف يذكر مؤكدا أن المجلس الأعلى للقضاء يطالب بالقضاء أو بإلقاء القبض على المتهمين بالاعتداء على القضاء وإلا فإنهم سينتقلون في كافة محافظات الجمهورية من التعليق الجزئي إلى التعليق الشامل موقع الوحد وينت أوضح عن مصدر نقابي مستجدات سير الاحتجاجات لنقابة التدريس بجامعة صنعاء والذي قال إن الاحتجاجات لا تزال مستمرة من قبل أعضاء هيئة التدريس للمطالبة بالرواتب من خلال تعليق الشارات الحمراء مع استمرارهم في العملية التعليمية المصدر لفت أيضا إلى أن النقابة مستمرة في متابعة الجهات المعنية والقانونية بخصوص حادثة الاعتداء على رئيس وأعضاء النقابة وعدد من أعضاء هيئة التدريس في كلية الآداب السبت قبل الماضي مؤكدا أن النقابة لن تتنازل عن حقها في ضبط الجناه حتى يأخذوا جزاءهم بالنظر إلى فداحة الاعتداء وقدسية الحرم الجامعي وختم المصدر تصريحه بالتأكيد على مواصلة النقابة برامجها الاحتجاجية للمطالبة بحقوق أعضائها وعلى رأسها حق الراتب باعتباره حقا لا يخضع للمساومة والابتزاز رغم أن السيول جرفت مدرستهم في أوقات ماضية إلا أنها لم تجرف أحلامهم فطلاب مدرسات عمر بن عبد العزيز القريبة من مدينة جعار أبيان يواصلون الدراسة تحت الأشجار وفي الطرقات ويواصلون السير جولتنا المصورة توثق فصولهم المفتوحة الصور من موقع عدن الغد نتابع وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير ابقوا معنا مستمرون معكم في كشك الصحافة وإلى صحيفة العرب الجديد والتي طالعت الشأن اليمني وقالت في أحد عنوينها وجبة واحدة لأسادذة اليمن وتبدأ الصحيفة موضوعها بنشر نداء وجهه أستاذ جامعي في صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي وقال فيه نلفت انتباه الجميع إلى أن الوضع الإنساني والصحي لأساتذة جامعة صنعاء كارثي جرى عدم حصولهم على رواتبهم على مدى ثلاثة أشهر متتالية وقد وصل الأمر ببعضهم إلى تناول وجبة واحدة يوميا أو نصف وجبة قد يخسرونها خلال الأيام المقبلة وتفيد العربي الجديد ويبدو أن الأزمة الإنسانية ألقت بظلالها على الطبقات المتوسطة خصوصا الأكاديميين وبعد انقطاع رواتبهم بدأوا يشعرون بمعاناة الفقراء صحيفة الحياة اللندنية نقلت عن المتحدث باسم التحالف العربي أحمد عسيري أنه لم يكن ثمة احترام للهدنة من قبل المتمردين حيث سجلت خمسمائة وثلاثة وستين خرقا داخل اليمن ومائة وثلاثة وستين خرقا على الحدود السعودية اليمنية وأضاف عسيري على المستوى العسكري في الوقت الراهن لا يوجد لدينا أي توجيه لتمديد وقف إطلاق النار والهدنة كانت ستمدد تلقائيا لو احترمها المتمردون وهذا ما لم يحصل بل العكس كان هناك المزيد من القتلى في تعز والمزيد من الهجمات بصواريخ أرض أرض صحيفة الخليج الإماراتية عنوانت الجحملية في تعز منطقة منكوبة يعمها الخراب تقول الصحيفة تختزل الجحملية أحد أكثر المناطق الشعبية اكتضاضا بالسكان في تعز مجهد التداعيات الإنسانية الكارثية التي فرضتها ميليشيات الحوثي وصالح تحولت خلالها المنطقة إلى ساحات متقاربة ومتداخلة تتوزع في أنحائها أكوام متهالكة من الأنقاض والركام وناشط الحقوق في منطقة الجحملية عز الدين أحمد ناصر العلوي اعتبر في تصريح لالخليج أن مظاهر الخراب والدمار الذي تعرضت له الجحملية يكشف فداحة الجرم الذي اخترفته الميليشيات الإنقلابية وأشار العلوي إلى أن العديد من المنازل والمنشآت والمتاجر في منطقة الجحملية تعرضت لأضرار جزئية وأتم الصطو على محتوياتها من قبل الميليشيات الإنقلابية التي سيطرت عليها لعدة أشهر قبل أن تتمكن قوات الشرعية والمقاومة مؤخرا من تحريرها ملاحم الحرب والسلم عند العرب تحت هذا العنوان كتب غسان الإمام مقاله المنشور في الشرق الأوسط السلم في حياة العرب المعاصرين هدنة قصيرة في حروب مفجعة بينهم وبين مستعمريهم وجيرانهم وأقلياتهم الدينية والعرقية وكلها دارت على مساحة وطنهم البالغة 12 مليون كيلو متر مربع والمعادلة لمساحة الولايات المتحدة الأمريكية هلني عدد هذه الحروب؟ أحصيت نحو 25 نوعا من الحروب العربية التي دارت منذ مطلع القرن العشرين إلى الآن مع هذه الحروب يصح التساؤل هل العرب أمة واحدة حقا؟ نعم العرب أمة واحدة ولو كرها المترددون والناكرون فالأفراح والألام والعواطف والمصالح واللغة والثقافة والدين دليل شاهد على أنهم أمة واحدة لكن لابد من الاعتراف بأن هذه الوحدة القومية ظلت هاجسا لم يتحقق قط بعد حروب الاستقلال كانت الحروب مع إسرائيل مفاجأة للعرب لم يستعد لها خسر العرب ثلاث حروب نظامية لم تجند فيها طاقات وقدرات المجتمعات المدنية العربية وانتهت هذه الحروب بمعاهدات سلام بارد بين إسرائيل ومصر والأردن وسلطنة منظمة فتح الفلسطينية لم يكن نسيان الوطن المغتص بهينا صحيفة الاتحاد الإماراتية عنونت شبوة تدشن خطة أمنية قالت الصحيفة أن السلطات المحلية والأمنية في شبوة دشنت خطة أمنية لتأمين المحافظة من أي اعتداءات أو أعمال إرهابية أوضح المحافظ أحمد حامد لملس أن الخطة تتضمن توزيع النقاط والدوريات الأمنية في أماكن متفرقة وتحديدا في الطرقات الدولية والرئيسية إلى جانب قوة تدخل سريع عند الحالات الطارية مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية ستعمل على مواجهة أي تحديات لتثبيت الأمن والاستقرار والقضاء على مظاهر الإنفلات الأمني ودعا المدير التنفيذي لليونسيف أنتوني ليك الجميع إلى مواجهة الحقيقة المقلقة التي تفيد بأنه في مختلف أنحاء العالم يجري انتهاك حقوق الملايين من الأطفال كل يوم مشيرا في التقرير الذي نشرته القدس العربي إلى ما يجري في اليمن حيث يموت الأطفال لعدم تمكن الوكالات الإنسانية من الوصول إلى الآلاف منهم لتقديم الأغذية العلاجية لعلاج سؤال تغذية الحاد وحيث تهدد الكوليرا الآن حياتها عدد أكبر من صغار السن وأشار أنتوني ليك إلى انتهاك حقوق الطفل في جميع نحاء العالم في كل بلد حيث يكون الأطفال ضحايا للعنف والإساءة والاستغلال وتسأل المدير التنفيذي لليونسيف كيف سيتعلم هؤلاء الأطفال احترام حقوق الآخرين بينما تنتهك حقوقهم كيف ستكون نظرتهم للعالم وإدراكهم لمسؤوليتهم إذا وقال إن هؤلاء الأطفال هم قادة المستقبل في مجتمعاتهم وعندما نحمي حقوقهم فإننا لا نقوم بمنع معاناتهم فقط ولا بالحفاظ على حياتهم فقط بل إننا نحمي مستقبلنا المشترك عن حال العرب في عهدهم هذا عن عواصمهم المدمرة عن عودتهم إلى ماضي سحيق عن عجلة تاريخ لا تمضي بهم إلى الأمام كتب غسان شربا نتابع لست مجروحا من عطمة الماضي ولا من قسوة الحاضر لمذعر من ضراوة المستقبل المستقبل القريب لست خائفا من فشل الحكومات أنا خائفا من فشل المجتمعات وطبيعة المعارضات والأفكار الغدارة المسنونة والجامعات المعتمة والمدارس التي تنتج الجنازات لم نتوقع يوما هذا الإعصار من الوحل والدم منذ سنوات لا أغادر الصحيفة إلا بعد أن أكون دفنت ما يزيد على مئة عربي في صفحتها الأولى حولني الإنيار العربي الكبير حفارا للقبور إني خائف من سؤال يلازمني وهو إلى أين يتجه العرب أكاد أشعر بأن العربي صار يعتبر وقحا إذا قال إنه يريد أن يعيش في الإقليم كما يعيش فيه الإيراني أو التركي وصار يعتبر وقحا إذا طالب بخريطة غير متصدعة وعاصمة بلا حرب أهلية وبدولة تعيش في حماية جيشها للميليشيات وبالحد الأدنى من الكرامة والمياه الصالحة للشرب أفكر أحيانا فيما سيكتبه صحفي سيزور بغداد بعد عشرة أعوام وفيما سيرسله زميل له من دمشق أو صنعاء أو بيروت عن أي عراق سيكتب؟ عن أي سوريا؟ وعن أي يمن؟ وعن أي لبنان؟ أخطر من السؤال عن الحدود الدولية السؤال عن الحدود داخل هذه الدول والتي ترسم اليوم بالدم والشطب وأمواج النازحين والجذور المقتلعة وتبديل الهويات يخالجني شعور بأن مجموعات بكاملها تندفع في رهانات انتحارية مجنونة بهذه المجموعة من الصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كوشك الصحافة نتابع مجموعة من رسوم الكاريكاتور إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة